موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم طلاب الصف السادس مادة التربية الدينية الاسلامية النهاردة ان شاء الله ولاد حنكمل معا سورة الرحمن الجزء التاني من 41 الى نهاية السورة زي ما تحاولنا ولاد حنبدأ مع بعض بتلاوة للايات وبعكية تفسير لمعاني المفردات الموجودة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاسرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم عرفنا أولاد في الجزء السابق من الآيات تحدثنا فيها عن يوم القيامة ومشهد السماء إن هي تنشق وتصبح وردة كالدهان ويبعث الله سبحانه وتعالى الأموات من قبورهم ليحاسبهم على أعمالهم وطبعا فلا يسأل عن زنبيه أحد من الإنس والجن فكل شيء مكتوب ومسجر عند الله سبحانه وتعالى تب تعالى نشوف بقى كده مظاهر العذاب في النار ومظاهر النعيم في الجنة من خلال الآيات اللي علينا النهاردة بيقولك في الآية رقم 41 يعرف المجرمون بسي ما هم فيأخذوا بالنواصية والأقدام أي تعرف الملائكة هؤلاء المجرمين بعلاماتهم وتأخذهم بالنواصية النواصية أي مقدمة رؤوسهم وكمان من أقدامهم وترميهم فين في النار طبعا الآية لبعد كده هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون الآية رقم 43 يقال هؤلاء المجرمين طبعا كنوع من التوبيخ والتحكير لهم هذه جهنم التي كنتم تكذبوها في الدنيا ويعذبون بقى في هذا الجحيم ويسقون من الحميم وهو شراب بالق أو بلغ منتهى الحرارة يقطع الأمعاء والأحشاء والآية بتصف باقي أهوال هذا المشهد في الآية رقم 44 يطفون بينها وبين حميم الآن يعني هذا طبعا الحميم دركة حرارته عالية جدا وهذا كله طبعا من مظاهر عذاب جهنم يوم القيام يعني أولاد المجرمون أن يعرفون بسماهم فقيل هي هذه السماة وهذه العلامات التي تميزهم هي سواد الوجه وزرقة العينين فيتتلقاهم ملائكة العذاب ويقذفون بهم في الأماكن التي أعدى الله لهم في جهنم جزاء لما عملوا طبعا كده نشبع الجزء الآخر من الآيات الذي يوضح مظاهر النعيم في الجنة لمن يخشى الله سبحانه بيقول ولمن خاف مقام ربه جنتان هذا هو الجزاء الجميل لمن اتقى الله من عباده سواء الإنس أو الجن فخاف مقامه بين أديه وأطاعه وترك عسيانه له جزاء جنتان وبيبدأ يصف هذه الجنة الجميلة زوات أفنان يعني زوات أخصان نظرة وفواكه وسمار فيهما عينان تجريان في الآية رقم خمسين أي هاتين الجنتين بهما عينان من الماء تجريان خلالهما وكل هذا من مظاهر نعم الله لهاولاء المؤمنين في الجنة أيضا يكمل الصفات الجميلة فيهما من كل فاكهة زوجان فيهتين الجنتين كل أنواع الفاكهة صنفان وبيصف برضو الصفات الجميلة متكئين فيها أو متكئين على فرش بطائنها من استبرك أي للذين خافوا مقام ربهم جنتان ينعمون فيهما ومتكئين ومستندين على فرش مبطنة من حرير وأشياء جميلة نتعرف على بعض المفردات ياولاد تفسيرها قال لي يأخذ بالنواسي النواسي أي مقدمة الرؤوس أي ماء حار جميل وصلنا له سؤال حبيبنا المتفوقين السؤال بيقول كيف يعرف المجرمون يوم القيامة وماذا يحدث لهم زي ما وضحنا أولاد من خلال الآيات النعيم الذي ينعم به لمن يخشى الوقوف بين يدال الله سبحانه وتعالى فيكون لهم السواب الذي أعده الله لهم من خوف من عقاب الله فعملوا صالحا وتجنبوا المعاصي سواء من الجن والإنس وعرفنا أو تعرفنا على بعض سور النعيم الذي أعدها الله لهم في الجن قلنا أفنان بمعنى أخصان ما أوجه النعيم في الآيات السابقة طبعا كما ورد في الآيات السابقة يكافئهم الله بجنتين فيهما كل أنواع النعيم يمين بيقول لي استبرك هو أي الحرير أو الحرير السميك دين أي قريب من يد المتناول يعني لا يبذل جهد في قد فيه أو الحصول عليه بيقول لي سؤال أكمل في جنات النعيم من كل فاكهة طبعا زوجان وطبعا يقصد به صمف معروف وآخر غير معروف من نفس نوع الفاكهة طيب تعالي أولاد نتعرف على تعدد مظاهر النعيم الموجود في الجنة في الآيات ستة وخمسين وراقي الآيات بيقول فيهن قاصرات الطرف لم يتمثهن إنس قبلهم ولجن أيضا من دمن مظاهر الجنة في هذه الفرش زوجات قاصرات أبصارهن على أزواجهن ودي حاجة جميلة لا ينظرن إلى غيرهم ومتعلقات بهم لم يطأهن إنس قبلهم ولجن برضو بيكمل استفاتي الجميلة لهذه الزوجات كأنهن الياقوت والمرجان كأن هؤلاء الزوجات من الحور الياقوت والمرجان في صفائهن وجمالهن كمال مثل جمال المرجان والإيه والياقوت وصفاء المرجان والياقوت والياقوت وجمالهم فبنقول هل جزاء الإحسان إلى الإحسان هل جزاء من أحسن بعمليه في الدنيا إلا الإحسان إليه بالجنة في الآخرة طبعا نعم هذه هي نعم الله الذي سينعم بها على المتقين والمؤمنين تعالى أن أعرفها لبعض المفضلات يا أولاد قال لي لم يتمثهن المراد المراد أبكار ولم يتزوج بهن أحد من قبل بما شبه الله تعالى قاصرات الطرف طبعا كما ورد في الآيات بالياقوت والمرجان قلنا أولاد هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال لي الإحسان الأولى بمعنى الجزاء الإحسان في العمل وطبعا الإحسان إلا الإحسان هي الجزاء بقى الجنة فيها الأخيرة إن شاء الله بيقول لي سؤال برضو أكمل جزاء العمل طبعا جزاء العمل الصالح الجنة بيقول لي أولاد أيضا في باقي الآيات بيقول لي ومن دونهما جنتين أي أعلى أو أدنى من الجنتين السابقتين اللي هو لما خافه مقاما ربيه هناك جنات أخرى وهي بتجي يوصفهم إن هما مدهامتين أي هاتان الجنتان خضراوان وهنا بيقول لك مدهامتين أي سوداوان من شدة الخضرة يعني أقدر بقى أقدر غامئ وصل بقى غامئ بقى سود فدي صفة كويسة من صفات النبات إنه هي بقى أقدر شديد الخضرة وقد اشتدت خضراتهما حتى مالت إلى السواد فدي كلها صفات جيدة من صفات النباتات فيهما عينان نضاختان يعني فيهما عين ماء بتفور بالماء نضاختان أي فورتان بالماء لا تنقطعان من صفات المية الجميلة إنها تكون غزيرة وبتخرج وبتفور وبتنبع بشكل جميل أيضا من صفات الجنة فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهتين الجنتين أنواع الفواكه والنخل والرمان المختلفة في الآية سبعين أيضا يذكرنا الله عز وجل بنعيم هذه الجنة فيقول فيهن خيرات حسان في هذه الجنان الأربع زوجات طيبات الأخلاق حسان الوجوه حور مقصورات في الخيام حور مستورات ومصونات في هذه الخيام ولم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان لم يطأ هؤلاء الحور والسيدات الجميلات إنس قبل أزواجهن ولا جان طب فيه سؤال هنا موجود عندنا ما وصف الله سبحانه وتعالى للجنتين في الآيات السابقة طبعا كلها صفات جميلة تعالوا نشوفي الإجابة بعملة إزاي أنهما سودوان من شدة الخضرة وفيهما عينان فورتان بالماء لا تنقطعان من الماء بنكم الأولاد قلنا فيهما فاكهة ونخل رمان فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام قلنا كمان متكئين على رفرف وعبقري حسان يعني متكئين في الجنة على وسائد حاجة كده فيها راحة للجالسين زوات أغطية خضر وفورش حسان الأغطية بتاعتها والشكل بتاعها جميل كل دي نعم من نعم الله عز وجل لا نكذبها تبارك اسم ربك زل جلال والإكرام تكاثرت بركة اسم ربنا عز وجل وقصرة خيره هو زل جلال والعظمة والمجد الكامل والإكرام لله عز وجل طبعا يا ولاد هذه الأيات بتبرز مظاهر النعيم في الجنة من الحورعين والمؤمنين وهم يتكئون على البسط الجميلة فتبارك الله رب العالمين الذي خلق كل هذه النعم لعباده الصالحين معنى خيرات حسان أي خيرات الأخلاق وحسان الوجوه بيقول لي سيف نعيم أصحاب اليمين في الجنتين قلنا يا ولاد فيهما فاكهة ونخل ورمان وفيهما حور العين زوات الأخلاق الحسنة قلنا الحور هم هي واسعة العينين كلمة حور تعني أنها جميلة وواسعة العينين طبعا يا ولاد احنا قلنا أن تم تكرار الآية فبأي آلاء ربكم تكذبين 31 مرة وطبعا عندما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم صورة الرحمن على الصحابة لم يعلق أحد منهم فقال لهم أن الجن أفضل منكم فعندما سألوا عن السبب فقال لهم أنه عندما يسكن نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى فكان يقولوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد لما بنسمع هذه الآيات ونأتي عند قوليه فبأي آلاء ربكم تكذبين فبنقول ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد طبعا أولاد تعلمنا من صورة الرحمن أن الرحمة صفة من صفة الله سبحانه وتعالى وهي أيضا صفة من صفة الرسول تعرفنا على نعم الله ومظاهر قدرته وعرفنا كميا أن الأرض ربنا سبحانه وتعالى جعلها ممهدة وفيها كثير من أنواع النعم وفي الآخرة يعاقب الكفار بأقصى أنواع العقاب أما المؤمنون فينعمون بأعظم أنواع السواب والنعم طبعا أولاد فيه سؤال آآ يعني أحيانا بيأتي في الامتحانات بيقول لك للرحمة آثار طيبة في حياة الناس وضح ذلك طبعا أولاد الرحمة بتنزع الحقد والقراهية من نفوس الناس لما بتعامل مع الناس بشكل رحيم بتخليهم يحبوني وبتنزع الحقد والقراهية منهم وبتزرع في نفوسهم المحبة وبتجعلهم يتحابون جميعا آآ وصلنا للسؤال التاني في رحلتنا بيقول ما المقصود بكلمة حور وطبعا هننتظر إجابتكم وتعليقاتكم بيقول لأولاد طبعا مهم جدا نحن نعرف معاني الكلمات ونفسر الآيات على قدر المستطاع لنستشار عظمة الله وجمال الآيات قلنا متكئين على رفرف أي وكل ثوب عريض عبقريا بمعنى يقصد بها بساط بساط هنوصل لآخر سؤال في رحلتنا بيقول لي كم تكررت في الصورة آية فبأي آلاء ربكما تكذبان ولماذا كده نكون وصلنا لنهاية درسنا على وعد بلقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة